مرة أخرى أعزائي المشاهدين زي ما قلت لحضراتكم حنكمل كلامنا عن كأس العالم للأندية وخلينا نروح لزوم مع جيرارد جاريجا نجم فريق في أوكلند سيتي إن بارح كان معنا المدير الفني لفريق أوكلند سيتي النهاردة بيكون معنا أحد نجوم نادي أوكلند سيتي بالمناسبة جيرارد جاريجا هو أسباني الجنسية ومحترف مع أو متواجد مع فريق أوكلند سيتي نرحب بك طبعا على شاشة قناة النادي الأهلي وفي البداية كيف ترى النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية في المغرب وبمشاركة النادي الأهلي وأندية كبيرة مثل ريال مدريد الأسباني مرحبا شكرا على استضافاتي أنا سعيد جدا أنا كنت أتطلع كثيرا للمشاركة في كأس العالم هي أكبر منافسة على مستوى الأندية في العالم أنا متحمس كثيرا لمشاركة مع أوكلند سيتي أنا أسعى جاهدا مع زملائي أن أبقي اسم نيوزيلاندا عاليا في أثناء المشاركة في كأس العالم مقبلة وجود النادي الأهلي ووجود أندية كبيرة زي نادي ريال مدريد وبقية الأندية المتواجدة أعتقد بيعطي شكل خاص لهذه البطولة نعم بالطبع إنها منافسة صعبة هذا العام خصوصا كما ذكرت فلمينجو ريال مدريد الأهلي وليس فقط هؤلاء أعتقد أن الأهلي لتقابل الأهلي في أول المسابقة سيكون الأمر صعبا جدا لكننا نتطلع للأفضل نتطلع للفوز في هذه المباراة نعرف أننا سنشارك مع أفضل أندية العالم ولكن هذه فرصة جيدة لنكتسب المزيد من الخبرات وننفس في هذه البطولة ستكون هذه أول مشاركة لك في كأس العالم للأندية بشكل شخصي والمباراة الأولى لفريقك أوكلاند سيتس ستكون أمام النادي الأهلي ما توقعتك لهذه المباراة وهل شاهدت أي مباريات للنادي الأهلي سواء حاليا في النسخة المحلية أو في الدول المحلي اللي بلعبه نادي الأهلي أو في النسختين السابقتين في كأس العالم للأندية نعم بالنسبة لي في البداية أعتقد أن هذا بمثابة الحلم لي أن أشارك في مثل هذه المسابقة وأن ألعب ضد فرق كبيرة كالأهلي هذا أمر رائع لديهم لعبين رائعين هو أفضل نادي في إفريقيا هو من أفضل أندية العالم أعتقد نعم هذا أمر شيء أن أكون في مثل هذا السيناريو الأمر مميز جدا بالنسبة لي نعم شاهدنا الكثير من المباريات لا أستطيع أن أخبرك بالكثير بخصوص هذا الأمر ولكن نعم شاهد الكثير مباريات الأهلي نعم الأهلي يلعب في بطولات قوية ويلعب في منافسات قوية أعتقد الأهلي خاض مباريات أمام فرق كبيرة أمام برشلونة وريال مدريد وأيضا إحصائيات الأهلي جيدة إذا كانت حالتنا جيدة أعتقد أننا سنؤدي مباراة جيدة أمام الأهلي المباراة صعبة المباراة قوية ولكن نطمح دائما للفوز في كل المباراة الفوارق بين الكرة في نيوزلندا ومشاركة ناديا مثل الأهلي اللي بيشارك دائما وباستمرار في كاس العالم الأندية ولاعب أو نجم كبير زي محمد صلاح في ليفربول هل هذه الفوارق ستؤثر على هذه المباراة؟ يعني من الممكن أن تفكر أننا نادي الأهلي الفروق ما بين الكرة النيوزلندية والكرة المصرية؟ أنظر أعتقد أنه يوجد اختلاف كبير لأكون صادقا إذا كنت تعرف أن الدور النيوزلندي ليس دور احترافي من الدرجة الأولى ولكن الأهلي واحد من أكبر أندية العالم وأفريقيا فبالتالي نتكلم عن نادي من أكبر أندية العالم لأكون صادقا الأمر صعب نعم ستكون منافسة قوية نضع كامل تركيزنا على هذه المباراة ستكون 90 دقيقة أي شيء يمكن أن يحدث نستعد جيدا نحاول أن نفوز ستكون مباراة ممتازة وسنحاول أن نظهر أفضل ما لدينا ضد أكبر الفرق ولكن لنعرف من الفائز سيكون لدينا الكثير من الفرص ونستطيع أن نستغل هذه الفرص ولكن في هذه اللحظة أستطيع أن أؤكد أن المباراة ستكون صعبة ويجب أن نحاول ويجب أن نعرف أننا ليس لدينا الفرص الكبيرة لنفوز من المباراة ولكن سنحاول والأهم هو أن نرى الكثير من الأندية الكبيرة مثل الأهل من أكبر أندية أفريقيا وكما ذكرت بالفعل مصر لديها محمد صلاح هذا أمر رائع بالنسبة لنا واختلاف كبير ولكن فائدة لفريقنا بالفعل طيب توقعاتك بقى لمن يتوج بكأس العالم للأندية هذا العام العادي أننا نجد ريال مدريد أو بطل أوروبا أو بطل أمريكا الجنوبية يعني هو اللي يروح النهائي هل من الممكن أن يختلف الأمر هذا الموسم انظر أنا ربما أنا إسباني وليس فقط لأني إسباني ولكني أعتقد أن ريال مدريد سيفوز بالبطولة لديهم هم أحد أفضل أندية العالم آخر عشر سنوات ولكننا صادقا بخصوص هذه المسابقة ولكن كما قلت هذه مشاركة تسعين دقيقة المباريات ستكون صعبة إذا كان لديك يوما مميزا وكان لديك المزيد من الحظ فأعتقد أن الكثير من الأندية تستطيع أن تنافس وأستطيع أن أقول أن الأهل يستطيع أن ينافس في هذه البطولة الأهل في المنافسة الأخيرة قد نفس بالفعل ولكن هذه المنافسة معك فلمينجو وريال مدريد ربما سنشاهدهم في النهاية أتمنى بالطبع فريقنا يكون في هذه المباراة ولكن أعتقد أن ريال مدريد سيكون في النهاية ويفوز بالبطولة هل الإعلام في نيوزيلاندا بدأ يتعامل أو يتكلم عن مباراة الأهلي وأوكلند سيتي بما أنها المباراة الأولى في كأس العالم الأندية أو المباراة الأولى لأوكلند يعني؟ لا أكون صادقا لم أسمع الكثير من الإعلام النيوزيلاندي عن هذا الأمر ولكن في الأسابيع القليلة قبل البطولة مباشرة سيبدأون في الكلام عن هذه المباراة لا أتابع الصحافة كثيرا ولكن يجب علينا أن نركز على هذا الأمر نعم نعم أعتقد أننا سنرى خلال الأسابيع المقبلة الكثير من الأحاديث بخصوص هذه المباراة أوكلند سيتي في نسخة سابقة في المغرب صعد أو فاز بالميدالية البرونزية هل من الممكن أن يتم تحقيق ده مرة تانية من وجهة نظرك؟ نعم أعتقد أننا فوزنا بالميدالية البرونزية بالفعل وأعتقد أن الأمر لقد فعلنا الأمر مرة ماضية وأعتقد أن الأمر ليس صعبا نحن فريق احترافي نلعب مباراة تلو الأخرى ونركز على مباراة تلو الأخرى خطوة بخطوة أعتقد إذا حضينا بالمزيب من الحظ سأعتقد أننا سننافذ وأعتقد أني أود أن أرى فريقي في هذه المكانة ولكن علينا فقط أن نتجاوز المباراة الأولى يجب أن نثق في أنفسنا يجب أن نركز أننا كفريق نستطيع أن نفوز بهذه المباراة وأن نأخذ الأمور خطوة بخطوة ويجب علينا أن نبدل المزيب من الجهد لنحقق إنجاز كهذا أنا بشكرك جدا جيراد جاريجا نجم نادي فريق أوكليند سيتي على مدخلتك معنا وعلى وجودك معنا وعلى شرحك لكل هذه الأمور شكرا جزيلا وإن شاء الله نلتقي في المغرب برضو زي ما قلت للمدير الفن مباراة إن شاء الله نلتقي في المغرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة